دكتور أجل حضرتك يعني طبعا ما فوتش الفرصة دي وحدك معايا وطبعا انت بقى دخلت في قصة صناعة البطل الومبي ودخلت فيها بقى بتماعهم وعشتها أكاديميا وعشتها كمان عمليا عمليا صناعة بطل الومبي قصة ازاي ولازم موحد طبعا الرؤية بمعنى اللازم يكون الحلم بتاع الخاص بالمؤسسة او المظلة الامبريلة نفسها لان صناعة البطل الومبي محتاجة مشور طويل فعايزة صبر بيبقى في مشكلة قوات كتير جدا ان احنا بنبقى منستعجل بنتعجل النتائج وبالتالي بنحكم على العيبة بتاعتنا حكم مبكر زي ما بيقوله لكن اللي بيصنع بطل هو زي ما بيقول بينقب عن الماس الله حلوة كلمة دي قوي اللي بيصنع بطل الومبي كأنه فعلا بينقب عن الماس حقيقي وبالتالي ان التنقيب هو اللي بيحتاج اكبر دعم مادي وصبر وتقطيد طبعا لكن لما بلاقي بقى الخامة نفسها ده يعتبر ان انا حصلت على الكنز اللي انا بتيت اشتغل عليه هو ده بالزبط كده هو حقيقي طبعا الاتحاد المصري السلاح هو مدينا كاجهزة فنية نفس طويل جدا ومدينا يعني قدرة او مسافة كبيرة وإتاحة فرصة ان احنا نبدأ نعمل نعمل عملية اه يعني الابداع وان احنا نحط زي ما بيقولوا كده بشكل عملي لعيبة كتير جدا مستبشرين فيهم خير ده يقولوا في حضامة يعني رعاية رعاية كاملة وشاملة خليم بالكم كل التفاصيل حقيقي طبعا يعني احنا دلوقتي حاليا مثلا في معسكر المنتخب للأعداد لبطوط العالم معانا مجموعة من الناشئين التالنت المغهوبين منجهزهم للسنين اللي جاية ان شاء الله وفي منهم معانا السنة دي في بطوط العالم ولان احنا عايزين نضمن استمرارية الانجال والتبديل باستمراري احنا عندنا جميع المراحل السنية عشان نقدر نقف على الستير صناعة البطل اللي احنا عندنا طبعا لازم يكون بأساس علمي المراحل الناشئين بندير كل مرخلة سنية الاحتياجات بتاعتها وبالتالي عشان ما نمسطلش اللعب بما يسمى بالاحتراق الرياضي احرقوا بدري كما لها بتتقيل درجة دي لها أساس علمي اه طبعا هو ايما بحرقوا بالبرامج التدريبية ايما بحرقوا بالضغط النفسي لما حطوا تحت أحمال وأعباء نفسية قبل قوانا فبالله الناشئين بيجيبوا نتائج قوية جدا في مرحلة الناشئين لكن لما بيجبروا بينهاروا لما نقارن الناشئ اللي هو بتحطي تحت ضغط بالناشئ الأوروبي أو في الدول اللي هي عندها تخطيط وده طبعا احنا دلوقتي بقى التخطيط موجود دلوقتي والنتاج بتاعه موجود حاليا مثال بطلنا كبير محمد السيد ان احنا رقم واحد ما بنتعجلش النتائج رقم اثنين بندى متطلبات او الاحتياجات بتاعت كل مرحلة هنفترض مثلا مرحلة سنية من ست سنين لتساعة سنين من مرحلة تكوين الجهاز العصب فبندى للناس الجزء كل ما همرتبط بالرشاقة كل ما همرتبط بالتوافق كل ما همرتبط بالتوازن انا عايز في مدارس علمية كتير بنقول احنا عايزين نخافز على البطل اكبر مسافة ممكنة عشان نحصد منه اكبر قدر ممكن من انجازات للدولة وده فكر صحيح فبالتالي في مدارس بتقول ان احنا عايزين نوصل للمستوى الرياضي العالي عن طريق رفع كفاءة البدنية حلو ده اتجاه ده اتجاه لكن المدرسة دي تم نقضها بشكل قوي جدا لان المراحل السنية مع كبر السن طبيعي ديناميكية العمر بتفقد اللقاء البدنية وبالتالي اللي انا خزنته في البداية بخسره بخسره طبيعي مع تقدم السن فكده انا بحلق العيد بدري بيوسع ع عشرين سنة مبلغوش فانا بيبتدي يقل حقيقي وانا اعتمادي على البدني فالبدني بدأ يقل فالمدرسة الحديثة اللي بدأت تتجاه لالاداء المهاري الراقي ان انت ابدأ ادي مستوى من الاداء المهاري العالي لان المهارة لا تفقد تبدأ في المخ وبالتالي كل مساء سن بيقبل كل ما لاهي بيقبل في السن طبيعي بيعتمد على الامكانيات الفنية اكتر من الامكانيات لعيب حريف لعيب حريف مع شوية بدني بسيط بزبط انما بدني عالي وحريف قليل خلاص يبقى عنده هنا مع الجزء الفني مطلوبة الفنية انت كمدرب لمحمد السيد ابتبعت اني اسلوب معه المستوى المهاري زاد القدرات العقلية اللي هو بنوه عليها الاستراتيجي والقدرة على التصرف المواقف المربكة او المواقف الصعبة ازاي بقى تالنت وقدر اعمل يركز في المباراة وازاي اتعامل مع المواقف المختلفة خسران يتعامل ازاي كذبان يتعامل ازاي هو فيه هرم يعني زي هرم بنقول ان احنا بنخلي اللعب نده المعلومة انهو يفهمها بعد ما بيفهمها انهو يستوعبها بعد ما بيستوعبها بيعنده قدرة على التحليل يحلل الموقف بعد ما بيحلل يقدر ياخد قرار فلو خد قرار هنا بنعمل بقى الفروق الفردية بتبقى ما بين اللعيبة فيه لعيب عنده قرار بتاعه القرار بيكون قرار غير متوافق مع ظروف المنافسة وفيه لعب المبدع انه هو بياخد قرار ممكن ما خدوش في البرنامج التدريبي بس هو تفكيره وعقله وخبرته السابقة قالت لخد القرار ده بالزبط في كده وبيكون ده قرار الصحة جالبا بالزبط ده اللي هو الانتر اكشن أو التفاعل تفاعل اللعب بامكانياته مع البرمج التدريبية وبالتالي احنا بنقول نحاول بخدر الامكان ان احنا نظهر اللعب افضل ما يكون افضل امكانياته من خلال البرمج التدريبية وده مش حاجة الا من خلال التنمية المتزنة زي ما قلنا في الاول بشكل علمي يكون متطلبات التدريب او محتوى التدريب يتناسب مع امكانيات كل لعب